السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم على قناة وصفة ناسزمان للوصفات الطبيعية أتمنى أن يلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية اليوم إن شاء الله وبحول الله سأقدم لكم وصفة طبيعية مجربة ومضمونة إن شاء الله لتبيض المناطق الحساسة أولا وفضلا إذا كنت أول مرة تشاهدين قناتي على اليوتيوب لا تنسي الضغط على الزر الأحمر أو زر الاشتراك وتفعيل الجرس لكي يصلك جديد قناتي فور نزوله وشكرا جزيلا لك نمر الآن بحول الله إلى التعرف على مكونات الوصفة الطبيعية الخاصة بتبيض المنطقة الحساسة فلدينا المكون الأول في هذه الوصفة وهو زيت جوزة الهند فكما نعلم أن زيت جوزة الهند له العديد من الفوائد الصحية والجمالية فهو أيضا جد مفيد للشعر والبشرة وأيضا يعمل على تبيض البشرة بشكل جيد جدا وفي وقت قصير جدا وأيضا يعمل على إزالة الخلايا الميتة والنذوب وآثار الشمس وكذلك يعمل على إزالة البقع الدكنة وآثار حب الشباب وكمقدار من زيت جوزة الهند ستحتاجين في هذه الوصفة إلى ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند أما المكون الثاني في هذه الوصفة ستحتاجين إلى صابون البابايا هنا لدي صابون طبيعي بخلاصة البابايا والأفوكادو فهذه مثل هذا الصابون فهو جد مفيد وفعال لتنعيم البشرة وكذلك لتوحيد لونها وإزالة البقع والتصبغات وأيضا إزالة الخلايا الميتة مما يساعد على توحيد لون البشرة في مدة قصيرة جدا وستحتاجين إلى قطعة فقط من هذا الصابون أو يمكنك أيضا استعمال الصابون بالكامل تقومين ببشره وتستخدمينه في هذه الوصفة وإذا كنت لا تتوفرين على مثل هذا النوع من الصابون فيمكنك استعمال صابون حليبي مثل صابون ضوف أو أي نوع من الصابون المهم أن يكون صابون مرطب وليس من أنواع الصابون التي تكون جفة ستلحق بك الضرر حوض أن تكون مفيدة لك لتبيض المنطقة الحساسة ولهذا احرصي على استعمال أي نوع لديك من الصابون الذي يتواجد به كمية كبيرة من الحليب أو يمكنك استعمال أيضا هذا النوع من الصابون فهو جد مفيد وفعال لتوحيد لون البشرة وكذلك يعمل على ترطيب المنطقة الحساسة وحمايتها من مشكل جفاف البشرة وأما المكون الثالث في هذه الوصفة ستحتاجين إلى مسحوق الأرز فكما نعلم أن الأرز له العديد من الفوائد للبشرة فهو من المكونات المبيضة للبشرة في وقت قصير جدا وكذلك يعمل على إزالة الخلايا الميتة وتحفيز البشرة أو الجلد على إنتاج خلايا جديدة وتخلص من الخلايا التالفة وبهذا سيساعدك بشكل جيد جدا على توحيد لون البشرة في وقت قصير جدا وأيضا إذا كنت تعانين من جفاف البشرة فهو يعمل على ترطيب وتلهين البشرة ولهذا فهو جد مفيد في هذه الوصفة الخاصة بتبييد المنطقة الحساسة وكمقدار من مسحوق الأرز ستحتاجين إلى ملعقة صغيرة من مسحوق الأرز وتجنبي أيضا إشراء مسحوق الأرز الجاهز وذلك لأنك يمكن أن يكون مغشوشا أو غير عالي الجودة ولن تحصله على نتائج جيدة ولهذا من المستحسن والأفضل أن تقوم بطحن الأرز في المنزل وذلك بوضعه في الخلاط الكهربائي ثم تقومين بصحقه وطحنه وغربلته إلى أن تحصل على مسحوق الأرز الناعم وبعد ذلك تقومين بأخذ ملعقة صغيرة من مسحوق الأرز الناعم جدا وأؤكد أن يكون ناعم جدا وذلك لكي لا تلحق الضرر بالمنطقة الحساسة وأيضا المكون الأخير في هذه الوصفة ستحتاجنا إلى مسحوق الكركم الناعم جدا فهو أيضا من المكونات المفيدة جدا لتخلص من البقع الداكنة والتصبغات وتوحيد لون البشرة في مدة قصيرة جدا ولهذا فهو جد مفيد وفعال في هذه الوصفة فكمقدات ستحتاجين منه أيضا إلى ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم الناعم جدا بعد التعرف على مكونات الوصفة الخاصة بتبيض المنطقة الحساسة نمر الآن بحول الله إلى شرح طريقة تحضير الوصفة وبعد ذلك طريقة استخدامها طريقة تحضير الوصفة فهي جدا هلا وبسيطة فكل ما عليك هو بشر الصابون تقومين ببشره في المحكة وتقومين بوضعه في إناء ثم تقومين بإضافة له القليل من ماء الورد أو الماء عادي وتقومين بتركه جانبا إلى أن يذوب بالكامل وبعد ذلك تضيفين له ملعقة صغيرة من مسحوق الأرز الناعم جدا وأيضا تضيفين له ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم وتقومين أيضا بإضافة زيت جوز الهند كمقدار كما قلت ملعقة إلى ملعقتين صغيرتين من زيت جوز الهند تقومين بخلط العناصر جيدا حتى تتجانس وتقومين بوضع هذه الخلطة في قارورة زجاجية والاحتفاظ بها في الثلاجة وصالحة للاستخدام لمدة 15 يوم مع الاحتفاظ بها في الثلاجة وبعد ذلك يمكنك تجديد الوصفة وتحضير وصفة أخرى جديدة وتقومين باستخدامها وهم طريقة استخدام هذه الوصفة فهي جد سهلة وبسيطة فإذا أردت الحصول على نتائج جيدة وفي مدة قصيرة جدا يتم تبيض المنطقة الحساسة باستعمال هذه الوصفة قومي بعملية تقشير المنطقة الحساسة قبل استخدام هذه الوصفة وذلك لكي تحصري على نتائج جيدة إن شاء الله وتخلص من سواد المنطقة الحساسة وبين الفخضين كذلك في مدة قصيرة جدا وكمقشر يمكنك الاعتماد على مقشر المكون من الحبوب القهوة أو مسحوق البن وأيضا القليل من زيت جوزة الهند والقليل من زيت الزيتون وتقومين بخلط جميع هذه المكونات جيدا وتقومين بتقشير هذه المنطقة أي المنطقة الحساسة وبين الفخضين باستخدام هذا المقشر الطبيعي وتقومين بمسح فقط المنطقة من بقايا المقشر ولا تقومين بغسلها من الأفضل والأحسن ولا تقومين بغسلها وتقومين بتطبيق هذه الوصفة على المنطقة الحساسة وبين الفخضين وتتركينها إلى أن تجف بالكامل وبعد ذلك تقومين بغسلها باستعمال حركات دائرية للتخلص نهائيا من الوصفة أو الخلطة وأما فيما يخص مرات استعمال هذه الوصفة فيمكنك استعمالها مرتين في الأسبوع إلى أن تحصل على نتائج جيدة فبعد مرور الأسبوع الأول تقريبا من استخدام هذه الوصفة ستراحظين أن لون المنطقة الحساسة بدأ فاتح بالمقارنة مع السابق فمكونات هذه الوصفة مفيدة جدا لتفتيح لون البشرة أو المنطقة الحساسة في وقت قصير جدا وذلك لأن الأرز والكركم من المكونات المبيضة للبشرة في وقت قصير جدا ويمكنك أيضا استخدام هذه الوصفة لتبييض بين الفخدين وكذلك لإزالة سواد الإبطين كذلك فهي ستفي بالغرض وكما قلت في أول الفيديو فيمكنك استعمال المقشر الطبيعي للحصول على نتائج جيدة وسريعة إن شاء الله وتبييض المنطقة الحساسة في وقت قصير جدا كانت هذه هي وصفة اليوم الخاصة بتبييض المنطقة الحساسة وبين الفخدين أتمنى أن تجري بها وأن تتركي لي في صندوق التعليقات أراؤك والسفساراتك حول هذه الوصفة وإذا كان لديك أي طلب خاص حول وصفة معينة يمكنك أيضا طرحه في صندوق التعليقات وسأجيبك إن شاء الله وإذا أعجبك محتوى الفيديو لا تنسينا من الدعاء ومشاركة الفيديو مع الأهل والأحباب لكي تحمى الفائدة ولكي مني جزيل الشكر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته